أنا بيعجبني قوي إن هو سعاد بيبدأ غلط سعاد بيحس إن في حالة هو عملها بس الميزة عنده بيعرف يغيرها قوي بيقدر يستوعب الخطأ فين فيبدأ يغير الطريقة والشكل فخلاص فقفلت اللي أنا كنت كان عندي مشكلة فيه وميزة بيعرف دير ودي مش مقودة في أي حد على فكرة كلنا ممكن نبقى مدربين ومدربين كنا سين قوي ونحط أحمل وتكتب كلام ده فن الإدارة كبير صعب جدا إن بتعرف تدير أشكاس مدير فني بس مش بس مدرب هو مدير نعم بقى هو دي المؤهية دي اللي احنا بنتكلم فيه وخبراتك فالمواقف بتزيد فالمواقف ما تزيد فالحلول عندك بتبقى سريع فعندك حلول سريع الخطأ اللي بقى بتشوفه حلولك سريع زي ما عمل قدام الفرقة بتاعت الهلال شهود الأول مضغوط قوي الشهود الثاني غير طريقة اللعب عملها 4-1-4-1 ويضغط على الهلال من قدام لو لاحظت الهلال الشهود الثاني مفيش غير هاجم وحيد أقل من الشهود الثاني بكتيه لأنه غير طريقة اللعب وضغط عليه من قدام وقالنا الرجل اللي بستلم في نص الملعب لعب عليه حد قريب منه فبقيتش استلم عكس الشهود الأول كانوا بستلموا براحيتهم وبيشتغلوا وبيلعبوا لأن الطريقة ما كيتش مرايحية فلما خرجش كبالها لو تفتيك خرجش كبالها ونمر راح مغير طريقة اللعب ونزل نوعية تانية يقدر يضغط من قدام فالرجل زكي زيكم من أحسن مديرين شفتها بتاع رصدير بصراحة طيب الزمالك الموسم اللي جاي وكنت أنت ريسي قيل الكلام ده بس بشكل مختصر وأنا حاب أن أحراك تقوله بشكل أوضح الزمالك الموسم اللي جاي ممكن عندون قصد يعني يضحي بشبابه اللي تعلقوا الموسم الماضي بسبب الصفقات الجديدة جزء بس مش كتير جزء اللي هو ممكن يبقالهم بديل يعني زي ما أنت نسبعت مسلا سيد فاروق فهو سيد فاروق بلعبه إيه على فكرة سيد فاروق مش نص ملعة مش لاب نص ملعة سيد فاروق ده رجل بلي ميكر وبيلعب طرفه وكلام ده كله فالنهار ده ما أجيب لي وردي ويجيب دونجا فأصبح عندي كسافة فخلاص أطلق 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 يوديله خبرة مفيش مشكلة في الحتة دي طبعا حسن عبد المجيد هستغر عنه ولا ممكن محمود علاء ولا محمود علاء هو ده بقى اللي ممكن هو ده اللي بنتكلم عليه فبتالي ما بقاش ناشئ النهاردة حزم إمام جبت عمر جابر فسكنت مكان بشيل بحلل إحلال وتجديد مكان بمكان مكان بمكان وعلى فكر ما حدش يقدر رجل انت بتعمل ايه وما حدش يقدر نحط للراجل أي حد لا مهو الميزة اختيت سأقول لك الميزة النهو أكيد هو اللي بيختار مهم حد بص الميزة في الرجل ده لما اجيوة ما خدش وقت انه يخش وجوه أجواءنا الزمالي لانه عاش قبل كده بدليل الإنجازات اللي جات يعني مثلا كارترون هو لما جي خد دوري لانه كان عايش الأجواء دي لسه قبلها بسنة الراجل جي كان عايشها قبل كده باتشيكه لما فانت بيجيب الناس اللي كانت مشت فانت بيخش وماخدوش وقت عارفين شخصيته فمحدش بدخل في شخصيته صح محدش بالدكة بيقوم فهمني اللعيبة نوعية اللعيبة اللي اختارها انا اللي اختارها محدش خش معي ويختار معاي مسيطر على قط اللبس ودي ميزة ما عندوش كبير وصغير عندو ملعب فانت بيمن ازاي فدي في كلها نجاح عوام النجاح